كما أعرب رئيس حزب العدل عبد المنعم إمام عن شكره لقرار سيد الرئيس عبد الفتاح سيسي بالعفو عن زياد العلمي أضف رئيس حزب العدل أن القرار يأتي استمرارا لتفعيل لجنة العفو الرئاسي الذي بذلت مجهودا كبيرا خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وبالتنسيق مع النائب العام لخروج المئات من الشباب من خلال هذا القرار وأكدت الفترة الماضية أنه تم اتخاذ اللازم فيما يخص هذه القرارات حيث تتولى قرارات العفو الرئاسي التي تمثل تهيئة إيجابية لبدء جلسات عمل الحوار الوطنية